التاسعة بتوقيت القاهرة موجز إخباري جديد مع دينا شارف اتفضل يدينا بشكر كمانا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى مدينة براست الفرنسية والمشاركة في قمة محيط واحد وخلال كلمته أمام القمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلاة بالبحار والمحيطات لتضمن إسدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولا تحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه كما استعرض الرئيس السيسي الخطوات الحثيثة التي تتخذها مصر للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر مشيرا إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيلوجية حرصت على إطلاق مصار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات وعلى هامش مشاركته بقمة محيط واحد بمدينة براست الفرنسية التقى رئيس السيسي نظيره الفرنسي إمانويل مكرو وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات كما أكد الرئيس السيسي أهمية تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية وأوضح الرئيس السيسي أن تلبيته للدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة محيط واحد تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا كما التقى الرئيس السيسي رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي المكان المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن فون ديرلاين ثمنت العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر وخلال اللقاء عقده مع رئيسة الوزراء التونسية ناجلاء بودن جدد الرئيس السيسي تأكيد على ثبات دعم مصر لقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد كما انتقى الرئيس السيسي رئيس وزراء النرويج جونس جاهر ستور حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين مؤكدا التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات يستقبل وزير الخارجية سامح شكر اليوم ووزيرة خارجية ألمانيا للتحادية أن نينا بيربوك وقالت وزارة الخارجية أن اللقاء سيشهد عقد جلسة مباحثات بقصر التحرير يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 221 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفى وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفى إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 61 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 450 676 من ضمنهم 384 158 حالة تم شفاؤها و23 2333 حالة وفاة نقلت وكرة الأعلام الروسي عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان هاتفيا اليوم جاء الآلان على الاتصال بين بايدن وبوتين بعد أن قالت واشنطن أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بهجوم واسع نطاق هذا ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيسكوف أن بوتين سيتحدث مع الرئيس الفرنسي أمانوالو ماكرونغ أيضا ورياضيا يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع بالميراس البرازيلي في السادسة ونصف مساء اليوم في المباراة التي تجمعهما على استاذ محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في نهاء كأس العالم للأندية 2021 كما يلتقي نادي الأهلي مع الهلال السعودي في الثالث عصر اليوم باستاذ نادي الوحدة الإماراتي النهيان وذلك في ختام مشاركته بالبطولة لتحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من مونديال الأندية في مواجهة صعبة على الفريقين لأنها تجمع بطلي إفريقيا وأسيا ختم مجازات ساعة فاصل واندر حضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر